صباح الخير جميعا أرحب بكم في قناتكم من أسباس دابخونتساج في هذا اليوم سنقوم ب أنشطة القراءة صفحة 37 اكتبتة دو لكتور باش تحونتسات بالنسبة لتلاميذ القسم الثاني ابتدائي الكتاب المدرسي لوازيس ديمو رجاء اللي كيشوف الفيديو الأول مرة يعني كيدخل القناة أول مرة إلي عجبوا الفيديو يشترك في القناة يضغط على زر لايك يفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد ألوغ دعمكم لي هو اللي غد يخلني نزيد نواصل معكم سيغتو كنتلب منكم ما تنسوش اللايك لأن عدد لايكاتي اللي كتخلي اليوتيوب يقترح الفيديو أو مايبقاش يقترح المشاهدين ألوغ ساعدوني لايجازيكم بخير باشتعنا نساعدكم أولا نقوم بملاحظة الصورة والتعبير عنها ألوغ ساعدوني ألوغ ساعدوني دعوغ 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 ساعدوني دونيا وعخوها إدرس دونيا وعخوها إدرس دعوغ ساعدوني 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 المنزل أين يوجدان دنيا وإدريس ماذا يرتبان الاجكتف الاجكتف هي الصفة أو النات كبير الإناء كبير وصفنا الإناء بأنه كبير إدنغان c'est un adjectif donc c'est un adjectif qualificatif والآن نجيب على السيلة الفهم او سترون دنيا وإدريس يعني أين يوجد دنيا وإدريس دنيا وإدريس سترون دونيا وإدريس donc on va écrire دنيا وإدريس سترون دونيا وإدريس دونيا و إدرس دونيا و إدرس estما هو إدرس سترون يوجدون أين في المطبخ donc dans la cuisine كيف يقضون؟ كيف يقضون؟ يقضون 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 الجواب على السؤال الثاني يعني يرتبون الخضر والفواكه في هذا النص استفدنا من مجموعة من الكلمات نلخصها فيما يلي إذن قموس لغوي, vocabulaire نلقاكم مرة أخرى مع فيديو جديد أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة تفعيل جرس ليصلكم كل جديد للقناة اضغطوا على زر لايك اكتبوا لنا تعليق وشكرا لكم على انتباهكم وإلى اللقاء